الله أكبر الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضعانكم صدق الله العلي العظيم أجوع فأطلب من مطعم طعاماً من يحتاج إلى من؟ هل أنا بحاجة إلى صاحب المطعم حتى أشبع أم أن صاحب المطعم هو المحتاج إلي حتى أدفع له مالاً من يحتاج إلى من؟ يبدو الجواب واضحاً كلانا نحتاج إلى بعض أنا أحتاج لسد فورة جوعي هو يحتاج لتحصيل مال ليس في هذه القضية الطرف يحتاج إلى طرف آخر والطرف الآخر لا يحتاج إليه الإنفاق هكذا كثير من الناس الذين ينفقون يتصورون أن الطرف بحاجة إليهم الذي ينفقون عليه هو بحاجة إليهم فقط هذا زعم باطل هو يحتاج إلى إنفاقك عليه وأنت بحاجة إلى إنفاقك عليه بل حاجتك إلى الإنفاق عليه أهم أشد أكبر من حاجته إلى إنفاقك عليه الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا إِنَّمَا أَدَى تَحَاصِرْ فَسِّرْ إِنَّمَا هُنَا بَأَيْ تَفْسِيرْ ولكن الآية تقول فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ تريد أن تقول هنا الحاصر إضافي قل أياً كان فحاجتك أكبر من حاجته الذي يبخل إنما يبخل عن نفسه لك حوائج لك حاجات عديدة مهمة لإنفاقك على الآخرين وهذه الحاجات ليست حاجات صغيرة حاجة حاجة كما أن له حاجة إليك إلى إنفاقك لك حاجة إلى إنفاقك عليه وحاجتك أشد جوانب من الحاجات الكبيرة أذكر لكم شيئين باختصار شديد أولاً الحاجة النفسية إحدى الأمور التي لعلها تكون اليوم من الأمور الثابتة الواضحة أن الإنسان الذي يحصل على مال ولا ينفق لا يصرف بعض هذا المال هذا الشخص بالتأكيد يصاب إلى أمراض نفسية إن لم يكن مصاباً من قبل بالتأكيد ليس أحياناً يصاب أحياناً لا يصاب لا بالتأكيد يصاب حاجة صرف المال ليست أقل من حاجة جمع المال حاجة نفسية موجودة في كل البشر أفضل طرق صرف المال للإنفاق في سبيل الله وأكثر الطرق راحة للنفس أيضاً هذا الشيء لا تتصوروا أن المؤمنين يقولونه لا حتى البعيدين عن أجواء الإيمان دراسات ودراسات لعلكم اطلعتم على بعضها دراسات ودراسات على أن الإنفاق حاجة والإنفاق هم لا يعتقدون بعضهم لا يعتقد أنه في سبيل الله يقول الإنفاق الإنساني أفضل طرق الإنفاق التي تؤثر في النفس أثراً إيجابياً للإنفاق الإنساني هذه حاجة حاجة نفسية سد هذه الحاجة بطريق الإنفاق في سبيل الله عز وجل هذا أفضل طريق لسد هذه الحاجة هي إجمالاً حاجة صرف المال حاجة ثانياً وهو الأهم حاجة روحية أولاً الحاجة النفسية ثانياً الحاجة الروحية تجمع المال هذا أيضاً بالتأكيد بالتأكيد يوجب قسوة القلب بالتأكيد صرف المال في سبيل الله بالتأكيد يوجب رقة القلب كلهم منهما بدرجات وكم الفرق بين القلب القاسي والقلب الرقيق كم الفرق بين أن الإنسان يخرج من الدنيا بقلب أسود أم يخرج من الدنيا بقلب أبيض هذه حاجة ما فوقها حاجة الشخص إذا أصيب بقسوة القلب أحياناً قسوة القلب تؤدي إلى الموت للقلب لا أقول الموت العضوي المادي القلب يموت خلص يقسو 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 إلى أحد خلص هذا القلب لا فأدت فيه يتبدل الإنسان إلى أسوأ من البهائم جمع المال بدون الإنفاق هذا مشكلة كيف يتبدل جمع المال بدون الإنفاق إلى قسوة قلب جمع المال بدون الإنفاق يوجب حب المال يصل إلى درجة الإنسان فكره يكون عن المال فقط لا يفكر في أشياء ثانية هذه الحالة تجر الإنسان إلى حالة بهيمية يخرج من كونه إنسان في الشعر المنسوب للمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري فطن بكل رزية في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعري مشاكل مالية عجيب دقيق لا تتمكن أن تستولي على الدينار من أمواله ذكي فطن ولكن الشيطان يستولي على دينه بأبسط من شربة ماء يوقعه في أكابر الكبائر عادي أصلاً لا يشعر أبني إن من الرجال بهيمة هذا بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري شكله شكل بشر فطن بكل رزية في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعري أصلاً لا يفهم كأن ذباب مرت من عنده أصلاً لا ينتفت دينه ذهب لا ينتبه أصلاً لا ينتبه الحاجة إلى الإنفاق وأفضل الإنفاق أفضل طرق صرف المال للإنفاق في سبيل الله عز وجل وإلا فقسوة القلب في الطريق والعياذ بالله تعالى المرض الذي قد يتبدل به الإنسان إلا بهيمة بل أسوأ خصوصاً عندما تحدث فجائع بشرية للمؤمنين خصوصاً ما يحدث في هذه الأيام لكثير كثير من المؤمنين المشردين المضطهدين الذين فقدوا بيوتهم فقدوا أموالهم بعضهم فقد أحبابهم في لبنان الحبيبة هذه فاجعة فاجعة إنسانية المهجرون بكثرة تعلمون لا يحتاج الأمر إلى أن أشرح لكم لعلكم أعرف مني ببعض هذه التفاصيل الإنسان يقف لهم ما هو أثر وقفتي بالفعل بالفعل ما هو أثر وقفتي المصيبة كبيرة جداً حجمها كبير جداً ولكن بمقداره الإنسان يصل من مكتب السيد المرجع في قوم ومن المؤسسات المرتبطة به كم من الأموال النقدية والعينية ذهبت إلى أولئك ولكن قطرة في بحر حقاً قطرة في بحر مع أن الكمية كانت كمية كبيرة ولكن المشكلة مشكلة أكبر أكبر بكثير الحجم الفاصل كبير جداً أنا لا أتمكن أن أقف نعم تتمكن أن تقف بمقدارك وهذه قبل أن تكون حاجة لهم إليك حاجة لك إليهم قبل أن تصل فائدة إنفاقك عليهم تصل فائدة إنفاقك إليك وهكذا المؤمنون في بلاد أخرى قضايا الإنسانية التي سقط فيها المؤمنون في بلاد مختلفة ولكن الآن الوضع الفاجع الكبير في هؤلاء الأخوة المؤمنين الإنسان يسعى سعيه يؤدي دوره ولو كان دوره بالنسبة إلى الفاجعة دور صغير فليكن هذا دورك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا يكلف الله نفساً في آية قرآنية أخرى إلا ما آتاها الذي الله عز وجل أعطاك لا يكلفك أكثر مما أعطاك ولكن الإنسان يؤدي دوره الإنفاق شيء مهم جداً بصورة عامة أن نقول لكم نقطتين من آيتين قرآنيتين مباركتين النقطة الأولى يلزم أن يبكي الإنسان دماً من هذه النقطة الموجودة في البشرية آية قرآنية تتحدث الآية المباركة التي توجنا به الحديث يقول الله سبحانه وتعالى ولا يسألكم أموالكم الله عز وجل لا يسألكم لا يطلب منكم أموالكم ما السبب؟ يقول عز وجل إن يسألكمها فيحفكم إذا كان يسألكم أموالكم ويلح عليكم تظهر منكم مشكلتان كبيرتان المشكلة الأولى تبخلوا كم هذا قبيح إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية أفجأ أفضأ أسوأ أقبح ما هي المشكلة الثانية ويخرج أضغانكم تظهر عداوتكم أضغانكم على دين الله يظهر الله أكبر آية عجيبة جدا بعض العلماء الكبار المفسرين يقولون يخرج أضغانكم ليس معنى الآية أنه أضغان موجودة تخرج لا يعني تتولد أضغان في نفوسكم تجاه الدين لماذا؟ لأن الله عز وجل سألكم أموالكم جدا عجيب البشرين يعني البشر موجود عجيب جدا الإنسان يقول سفيه الكلمة قليلة لا أموال الله هي الله عز وجل أعطاك منه هو هو الله عز وجل أعطاك الأموال إن يسألكموها فيحفكم يلح عليكم يضغط عليكم تبخلوا أولا تبخلوا كم هذا عجيب أموال الله أنا أبخل بها على شيء الذي الله عز وجل أمر هذه المشكلة الصغرى المشكلة الكبرى ويخرج أضغانكم تظهر أحقاد فيكم تجاه الدين تجاه الدين الله لأن الله عز وجل سأل ما له الذي أعطاك أي موجود هذا البشر يا أخي أترك أن يسألكموها إذا سأل أموالكم لا إذا سأل جزء من أموالكم هذا الخمس خمس الله عز وجل يعطيك 180 لك من الله لك يقول 20 منها أدها كم من الناس يؤدون كم هي النسبة هذه قرآنية صريحة واضحة روايات شريفة واضحة كم من الناس يؤدي الخمس هذا خمس هذا ما سأل أموالهم سأل جزءا من أموالهم كم يؤدون الخمس بشر عجيب 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 لا أعلم ماذا أقول عنه نعم فأمن المؤمنين نعم الله عز وجل يأمرهم بأي شيء أدون لو أمرهم ببذل نفوسهم الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام المهج بذلوها الأموال سهلة وبذلوها استرخصوها يعني بكل سهولة بكل ارتياح بل رأوا أنهم مقصرين في حق سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أو لا فأه موجودون الحمد لله ولكن عامة البشر كيف ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم هذه طريقة البشر طبيعة البشر إلا من خرج بدليل الآية الثانية الله عز وجل يقول ومن يوقى شحة نفسه فأولئك هم المفلحون المشكلة في العطاء ليست مشكلة فعل إنما مشكلة داخلية المشكلة هناك في النفس يوجد شح يوجد بخل يقال الشح البخل مع الحرس هذه مشكلة نفسية هذه تحتاج إلى علاج الشخص عندما ينفق أموالا كأن الروح تخرج هكذا مشكلة هذه هذه تحتاج إلى علاج النفس ومشكلة النفس عادة تكون مشكلة فكرية قلبية عقلية قلبية لا أقول العقل الواقعي الذي عبد به الرحمن لا مشكلة فكرية فكرية نفسية هذه تحتاج إلى علاج والله عز وجل يقول ومن يوقى من الوقاية يعني لا تنتظر أن تقع في ساحة امتحان عند ذلك تفكر تخرج هذه المشكلة في نفسك تقلعها لا يوقع وقاية من اللحظة الإنسان يربي نفسه يحتاج إلى تربية يحتاج إلى تغيير يحتاج إلى قلع أقول قلع من الجذور قلع هذه المشكلة في النفس أو من النفس النبي صلى الله عليه وآله له حديث يقول صلى الله عليه وآله إياكم والشح فإنما هلك أيضا قل إنما هنا حاصر إضافي لا بأس على الأقل فإنما هلك من كان قبلكم بالشح كيف أمرهم يعني أمرهم الشح بخلهم أمرهم أمرهم بالكذب فكذبوا لأنه شحيح أجلكم الله جميعا لأنه بخيل وحريص على الأموال هذه الحالة تأمره أن يكذب في موقف معين أما يعطي شيئا من أموالها أو يكذب لا أكذب ويسميها كذب بيضاء تسميها لا تسميها لا فرق الكذب السوداء سوداء قل هي بيضاء قل للليل نهار لا يتغير للواقع أمرهم الشح بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا الشح يأمره أن لا يؤدي حقوق الناس يا أخي لا يؤدي حق إمام زمانه إمام زمانه لا يؤدي حقه النبي صلى الله عليه وآله الشخص لا يؤدي حق النبي صلى الله عليه وآله هذا ظلم ظلم لرسول الله هذا ظلم لأهل البيت عليهما صلى الله عليه وسلم عادي فكيف بظلم الناس وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيع فقطعوا يريد أن يتواصل مع الناس يلزمن يدفع أموالا لا يقطع ربما يقطع حتى مع قاربه بسبب ماذا بسبب هذا الشح انظروا المشكلة كم هي كبيرة أقرأ لكم حديث شريفا آخر وأختم حديثي بذلك حديث عجيب حقا عجيب أبو بصير يسأل من الإمام أبي جعفر الباقر صلى الله عليهما يقول أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ من البخل النبي صلى الله عليه وآله هل كان يتعوذ من البخل يتعوذ إلى الله عز وجل من كل شيء سيء قال عليه الصلاة والسلام نعم يا أبا محمد أبو بصير له كنية أبو بصير وله كنية أخرى أبو محمد وفي الروايات الشريفة كثيرا وارد هذا الشيء نعم يا أبا محمد في كل صباح ومساء النبي صلى الله عليه وآله كان يتعوذ إلى الله عز وجل من البخل شيء خطير النبي هو طاهر مطهر الله عز وجل طهره ولكن بنتيجة النبي يحتاج إلى الله عز وجل كان يتعوذ إلى الله عز وجل نعم يتعوذ في كل صباح ومساء ونحن أيضا أهل البيت عليهم صلى الله عليه وسلم مثل جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نعوذ بالله من البخل إن الله تعالى يقول في كتابه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وسأنبئك عن عاقبة البخل تريد أن تعرف عاقبة البخل ألا أنا أقول لك ما هي عاقبة البخل يقول الإمام عليه الصلاة والسلام إن قوم لوط كانوا أهل قرية بخلاء أشحاء على الطعام بخيل قوم لوط كانوا بخلاء فأعقبهم شحهم بخلهم نتيجته ما هي فأعقبهم الله داءا لا دواء له في فروجهم قلت وما أعقبهم حقا قصة عجيبة حقا رواية عجيبة قلت وما أعقبهم قال عليه الصلاة والسلام إن قوم لوط في بعض النسخ قرية لوط كانت على طريق السيارة إلى الشام ومصر في الطريق كانت فكانت المارة تنزل بهم مكان في الطريق الناس ينزلون عندهم فيضيفونهم وهذا كان صعب عليهم إنسان بخيل أخذ مننا روحة أسهل من أن تأخذ مننا أمواله فلما أنكثر ذلك عليهم ضاقوا به ذرعا وبخلا ولؤما صعب عليهم فكروا في حل المشكلة كيف يحلون هذه المشكلة فدعاهم البخل إلى أن كان إذا نزل بهم الضيف فضحوه يعني صنعوا به ما تعلمون لماذا كانوا يصنعون لا لحاجة لا لشهوة لا كانوا يريدون أن يبتعد الناس عنهم لهذا الغرض كانوا يصنعون هذا الصنيع القبيع فدعاهم البخل إلى أن كان إذا نزل بهم الضيف فضحوه يعني صنعوا به من كذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول من غير شهوة لهم إلى ذلك ما كانوا يرغبون شيء قبيح مقزز ولكن لكي ينفروا الضيوف عن أنفسهم كانوا يصنعون هذا الشيء من غير شهوة من غير شهوة لهم إلى ذلك وإنما كانوا يفعلون ذلك بالضيف حتى تنكل النازلة عليهم النازلة عليهم الذين كانوا ينزلون عليهم القوافل التي كانت تنزل عليهم تنكل تنكل يعني تتراجع يعني تبتعد حتى لا تنزل عندهم القوافل لأجل هذا كانوا يصنعون ذلك فإذن صنعوا ذلك بخلا ولكن شيئا فشيئا صار هذا شيء فيهم مراض هو بدأ لأجل البخل بهذا العمل القبيح فشاع أمرهم في القرى وحذرتهم المار خلص الناس ما جاءوا إليهم فأورثهم البخل بلاء لا يدفعونه عن أنفسهم في شهوة بهم إليه صارت شهوة مشكلة صارت حالة البهائم لا يصنعونها البهائم لا يصنعونها انظر البخل أين جرهم فأورثهم البخل بلاء لا يدفعونه عن أنفسهم في شهوة بهم إليه حتى صاروا يطلبونه من الرجال في البلاد ويعطونهم عليه الجعال صاروا يدفعون أموالا لكي يرتكبوا هذه الفاحش القبيحة بسبب الأموال صنعوا وقعوا في مشكلة لعله كان يدفعون أضعاف تلك الأموال بدايتها بوخل نهايتها أين العياذ بالله تعالى ويعطونهم عليه الجعال جعالين أموال يجعلونها فأي داء أعدى في بعض النسخ أدوى من صفة اسم المبالغة عفوا اسم التفضيل من الداء أدوى فأي داء أعدى أو أدوى من البخل ومن يوق شح نفسه هذا الذي عنده شح عنده مشكلة الذي يوق شح نفسه الذي الله عز وجل يقيه هذا الشح الذي يقلع عنه هذا الشح فأولئك هم المفلحون نفسه يلزم أن تطهر وإلا الخطر أمام الشخص بمستوى درجة البخل العياذ بالله تعالى الشخص يقع في الخطر أخطار اللهم قناه شح أنفسنا اللهم اجعلنا كما تحيب اللهم اجعلنا من خيرة عبيدك اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر